بعدما تعرضنا إلى العلوم التربوية الجانب المعرفي والعلوم التربوية الجانب النفسي أو الجانب السلوكي فإنه آن الأوان لكي نتبين علاقة علم التربية بالعلوم الأخرى مهما كان تخصص هذه العلوم الأخرى بمعنى علم التربية أو علوم التربية هل هي علوم مستقلة بذاتها نحن في كلية التربية نشتغل وكأن لا علاقة لنا مثلا بالعلوم المجاورة لنا هذا في ظاهر الأمر لكن في باطن الأمر هناك علاقة أخرى نريد أن نتبينها الآن طيب لدينا شكل هذا الشكل كما هو على الشاشة في جوهره هنا نقطة المركزية بالنسبة له التربية ولدينا دوائر أخرى في الحقيقة هذه الدوائر هي تعبير عن العلاقات الممكنة بين التربية وبقية العلوم الأخرى لدينا الدائرة التي تري دائرة التربية هي العلوم الدينية أو العلوم الشرعية أي علاقة بين العلوم الدينية والعلوم التربوية هي علاقة وثيقة وهي علاقة مهمة وهي علاقة تواصلية بين التربية والعلوم الدينية فلا إمكان للعلوم الدينية أن تنتقلها وأن يتم إدراكها وتعلمها إلا عبر وسيلة التربية فالتربية مهمة جدا لأنها أساس أو عماد للعلوم الدينية طيب العلوم اللغوية علوم اللغة بسورة عامة سواء كانت اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو اللغات الأجنبية بسورة عامة أية علاقة لها مع التربية طبعا العلاقة هنا هي أيضا علاقة وثيقة ولكن فيما تتمثل هذه العلاقة أولا الطربية نحن الآن نستخدم أدوات لغوية ونستخدم تقنيات لغوية ونستخدم مفاهيم لغوية وهذه المفاهيم والأدوات اللغوية أتت نتيجة بحث لغوي يعني أتت نتيجة علوم لغوية اشتغلت وقدت مثلنا هذه المواد اللغوية المختلفة هذه من جهة استفادة التربية باللغة لا تربية دون لغة لكن في الأن نفسه أيضا العلوم اللغوية لا يمكن تناقلها ولا يمكن تبدلها ولا يمكن تحقيقها إلا عن طريق التربية في التربية أيضا عماد يرفع العلوم اللغوية هو يستخدم العلوم اللغوية وخاصة نتائج العلوم اللغوية خاصة فيما يعرف بعلم السونية التطبيقية لا لينغويستيك أبليغي الألسونية التطبيقية هي من العلوم اللغوية الأساسية التي تدرس عملية الاكتساب اللغوي الاكتساب اللغوي وقصة الاكتساب اللغوي مهمة جدا في عملية التعليم لأنني لا أستطيع أنا كمعلم لغات أن أقدم أي مادة تربوية دون أن تكون لخلفية عن النمو المتعلم اللغوي لأن هناك ملكة لغوية تنمو في داخل الإنسان ولها درجات من التقبل ومن الاستعاب فعلى المعلم أن يفهم هذه الدرجة جيدا وأن يقدم لكل مستوى من المستويات ما يناسبه من المواد التربوية إذن هناك تكامل بين العلوم اللغوية التي تقدم لنا معارف وبين التربع التي تخدم يعني تشتغل بهذه النتائج العلمية ولكن أيضا تقدم للعلوم اللغوية إذن الرافعة السلية التي ترتفع بها العلوم الطبيعية ما هي العلوم الطبيعية؟ هي علم الفيزياء، علم الكيميا علم الجغرافيا، علم الجيولوجيا علم الفضاء، علم الفلك، علم الهندسة هذه كلها علوم طبيعية لأنها تشتغل على مواد موجودة في الطبيعة على ظواهر موجودة في الطبيعة فهي إذن علوم طبيعية طيب، أي علاقة بين التربية والعلوم الطبيعية؟ تبدو العلاقة منقطعة لأنه لا وجود ربما هكذا ظاهرياً لعلاقة قوية بين التربية والعلوم الطبيعية وقع أن العلوم الطبيعية تحتاج إلى التربية لماذا؟ لأن التربية تشتغل في كل كليات وفي كل مجالة ومراكز البحث كلها قائمة على نقل خبرات إذن قائمة على طرق تربوية فالتربية موجودة في كل هذه التخصصات وفي كل هذه العلوم هذه العلوم لم تحافظ على تطورها وتناقلها من شخص إلى شخص ومن جيل إلى جيل إلا عبر التربية فعالم الطبيعة حينما يدرسه ويقوم بعملية التربية حينما يشرح فكرة هو يقوم بعملية التربية فالتربية إذن هي العمادة التي تقوم عليها العلوم الطبيعي لكن التربية تحتاج إلى العلوم الطبيعي تحتاج إلى نتائج العلوم الطبيعي لأنه لا تستطيع التربية أن تكون تكون مواد تربوية إلا إذا كانت فيها هذه العلوم التي تقوم التربية بنقلها وبشرحها وبتبسيطها ومن جيل إلى جيل العلوم الاجتماعية والاقتصادية نفس الكلام الذي قلناه عن العلوم الطبيعي والعلوم اللغوية والعلوم الدينية نقونه أيضا عن العلوم الاقتصادي والاجتماعي التربية تحتاج إلى نتائج للعلوم الاقتصادي والاجتماعي مثل حاجة العلوم الاقتصادي والاجتماعي إلى التربية كلاهما يكمل الآخر العلوم النفسية كنا تعرضنا في الشرح السابق في العنصر السابق إلى بيان هذه العلاقة بأكثر تفصيل وأكثر تدقيق فإذا هي علاقة أيضا وثيقة العلوم النفسية والتاريخية هي أيضا من العلوم أيضا المهمة والعلاقة بها بين التربية وهذه العلوم هي علاقة وثيقة إذن ما هي الصفة التي يمكن أن نعطيها لعلاقة علم التربية بالعلوم الأخرى؟ الصفة العامة من كل هذا يمكن أن نقول أنها علاقة تبادلية علاقة ماذا؟ علاقة تبادلية هناك تبادل للخدمة بين علاقة تبادلية أساسية أساسية فيها الاستفادة والخدمة متبادلة